حذرت الأمينة العامة لحزب العمال وزحنون من تأخر في الكشف عن الإصلاح الدستوري معتبرة ذلك خطرا على سلامة الأمة كما أنه يمهد لفتح الباب أمام التدخل الأجنبية واعتبرت الدستور المرتقب تصويبا لمسار خاطئ حدث سنتي 2011 و2012 رئيس الجمهورية التزم بإصلاح دستوري سياسي مؤسسات عميق وليس مراجعة وبخصوص الأحداث الأخيرة التي عاشتها توغورت بولاية ويرغلا تطرح حنون ضرورة التعجير بتقوية الجبهة الداخلية موضحة أن هذه التداعيات تؤكد مرة أخرى وجود وعكة اجتماعية نتيجة هشاشات تخترق النسيج الاجتماعي مشيرة إلى أن مجهودات الدولة في هذه المنطقة ينقصها التخطيط والرؤية الشاملة والاستشراف وهو ما يشكل حسبها خطرا على التجنس الوطنية هذه التداعيات تعكس وجود وعكة أم بلاز وعكة اجتماعية نتيجة لتواجد هشاشات تخترق النسيج الاجتماعي هذا وأوضحت حنون أن الأوضاع بشكل عام تتطلب إصلاح طبيعة المؤسسات المنتخبة والإجهزة التنفيذية ليصبح التسيير أكثر شفافية وديمقراطية ومخطط له وهو الأمر الذي يستدعي تقول حنون استحدث وزراء للتخطيط وفتح نقاش عام جدي ومسؤول حول كل المشاكل الخطيرة التي تعيشها الجزائر